اطعمة غير متوقعة تعيق خسارة الوزن هل تحاول خسارة الوزن إلا أنك لا تنجح في ذلك؟ قد تندهش عندما تكتشف أن بعض الأطعمة الصحية التي تحرص على تناولها دائما أو الأطعمة المعروف بأنها صحية تعمل على إعاقة كل جهودك في خسارة الوزن ولذلك يجب أن تعيد معلوماتك حول الأطعمة التي تناسبك أثناء اتباع حمية غذائية لتسير في الاتجاه الصحيح لفقدان الوزن الألبان خالية الدسم يبتعد الكثيرون عن الزبادي والحليب كامل الدسم أو نصف الدسم ويعتقدون أن الحليب خالي الدسم مثاليا للرجيم وليساهم في زيادة الوزن ولكن في الحقيقة يمكن أن يتسبب الزبادي أو الحليب بدون دسم في زيادة الوزن لأنه لا يكون مشبعا مثل حليب كامل الدسم وبالتالي يزيد الشعور بالجوع كما أن بعض الشركات تقوم بتزبيت الحليب خالي الدسم بالسكر لتحليته حتى يتم تحسين النكهة يمد الحليب منزوع الدسم الجسم بعناصر غذائية أقل من غيرها حيث أن الحليب كامل الدسم يعد مصرا أساسيا للفيتامينات القابلة للدوبان في الدهون وتشمل فيتامين ألف دال هي وكا بالإضافة إلى الكالسيوم والفوسفور وتحتاج هذه الفيتامينات إلى الدهون لتدخل معها إلى الجسم ويمتصها وبالتالي فإن نزع الدسم يصعب امتصاص هذه الفيتامينات كذلك فإن الألبان عموما حمضية سواء كانت كاملة الدسم أو خالية الدسم وهذه الأحماض تساهم في صعوبة تقليل الوزن الدقيق بأنواعه يعتقد كثير من الأشخاص أن خبز القمح الكامل هو الأفضل خلال الرجيم ويعتبر أكثر الأنواع الصحية التي تساعد في فقدان الوزن وعلى الرغم من أن تناول القمح الكامل بشكل محدود يمكن أن يكون مناسبا خلال اتباع الحمية الغذائية في بدء الأمر لكن الاستمرار في تناول منتجات القمح وتحديدا الجلوتين يمكن أن يعيق فقدان الوزن لأنك لن تشعر بالشبع كمعنى القمح الكامل يسبب تراكم الدهون في البطن كما يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم وبالتالي قلت الحركة الهامة لخسارة الوزن يلجأ الأشخاص الذين يتبعون الحمية الغذائية لشراء المنتجات المدون عليها عبارة قليلة الدسع وهي خدعة أخرى تلجأ إليها بعض الشركات لأنها تقوم بتعويض المذاق بعناصر أخرى وغالبا ما يكون السكر أو السوديوم والسكر المكرر هو عنصر حمضي مثل الألبان فيشجع الجسم في التمسك بالوزن الزائد كذلك فإن الأطعمة التي تحتوي على السوديوم والملح الزائد يمكن أن تسبب الانتفاخ وتجعلك تشعر بالثقل وتساهم أيضا في زيادة الوزن قبل تناول الصلطة يجب التأكد من مكوناتها وأنها تحتوي على الخضروات الطازجة وتخلو من أي دهون وزيوت أو صلصات أو أملاح زائدة وهذا ما يحدث غالبا في أطباق الصلطة الجاهزة في المطاعم حيث تقوم المطاعم بتخسين السلطات لفترات طويلة مما يفقلها قيمتها الغذائية وحتى تصبح بنكة جيدة يضاف إليها بعض العناصر الأخرى التي تخفي الطعم القديم مثل الجبن المبشور أو الخبز المحمص وتعاد السلطة الملونة بالخضروات الطازجة والمصنوعة في المنزل هي الأكثر فائدة والتي تساعد بصورة أكبر في خسارة البزن الفاكهة المجففة تحتوي بعض أنواع الفاكهة المجففة على مقادير من السكر الخفي وبالتالي لا تصبح مناسبة لمن يتبع الحمية الغذائية ولكن هذا لا يعني أن كل الفواكه المجففة تحتوي على السكر فهناك أنواع صحية وخالية من السكر ويمكن ذلك من خلال مراجعة المكونات المدونة على العبوة والأفضل هو تناول فواكه الطازجة بعيدا عن تلك المجففة لضمان الحصول على فوائدها الصحية كاملة ومع هذا يجب الابتعاد عن أنواع الفواكه التي تزيد الوزن مثل البلح، المانغو، العنب والإكثر من الفواكه المناسبة للرجيم مثل القوافة، البرتقال، والتفاح ترجمة نانسي قنقر